أظهرت دراسة جديدة أن 40% من الرجال في الدول النامية ما زالوا يدخنون أو يستخدمون التبغ وأن النساء يبدأن بشكل متزايد بالتدخين في أعمار أصغر وقالت الدراسة أنه على الرغم من تشجيع مكافحة التدخين على مدى سنوات في أرجاء العالم إلى أن معدلات الإقلاع عن التدخين ما زالت منخفضة في معظم الدول النامية وتصدرت الصين بلدان العالم من حيث عدد المدخنين تليها الهند في محتلة مصر صدارة الدول العربية موسيقى